مرحباً أنا أدعى لطيفة وبعد تفكير طويل قررت أخيراً أن أشارككم قصة الحزينة لعل ذلك يخفف عني عندما ولد محسن وإحسان في ذات اللحظة ظننت أن لا شيء يمكن أن يفرقهما نظرت إليهما وقلت لزوجي سنكون أسعد عائلة في العالم عدني أنك لن تفضل الواحد على الآخر وأن تحبهما كليهما بنفس القدر وهذا ما فعلناه سوياً ولكن مع الوقت اتضح أن لمحسن طبعاً صعباً بينما كانت إحسان كالملاك تسمع الكلام تلعب بهدوء وتحب كل الناس عكس أخاها ظننا أن السبب هو أن البنات عاقلات أكثر من الصبيان وقررنا أن ننتظر حتى يكبر أكثر وتتحدد شخصيات كلان منهما ولكن لم يتحسن وضعه بل ساء أكثر وأكثر كان بلغ العاشرة من عمره وأصبح مليئاً بالغضب والاستياء وبما أننا أناس مثقفين قررنا أن نصطحبه إلى طبيب نفسي خاص بعد أن اكتشفنا هوايته الجديدة تعذيب وقتل الحيوانات الصغيرة بعد جلسات عديدة قال الطبيب لنا أن ليس هناك أي خطب في محسن وأنه ربما يمر بفترة انتقالية سألته إذا كان هناك خطر على أخته قال لي أبداً سيدتي الكثير من الشبان يصبحون عدائيين في مثل هذا السن سيتحسن من تلقاء نفسه قررت أن أحيط محسن بالحب والحنان والتركيز عليه أكثر من أخته التي كانت تكفي ذاتها بذاتها لم أكن أخاف عليها من شيء وكأنها فتاة راشدة مسؤولة ساءت علامات محسن في المدرسة رغم اهتمامي الشديد به وقررت المدرسة طرده فالمدير أخبرني أن ابني كان يسيء أيضاً معاملة رفاقه يسرق أغراضهم ويضربهم باستمرار نصحني أن أبعثه إلى مدرسة داخلية لتهدئة طبعه وإجباره على متابعة منهج صارم فتحت زوجي بالموضوع وناقشناه في المساء عندما كان الولدان نائمان ولكن محسن سمعنا نتكلم وصرخ بنا أنتما لا تحباني تريدان التخلص مني للبقاء مع تلك الفتاة وحدكم أي فتاة تلك التي تسمونها أختي أكرهها تشاركني كل شيء هي موجودة كل الوقت معي حتى عندما كنت في بطنك كانت معي لا أريدها بعد الآن اعطوها لأحد ضعوها هي في مدرسة داخلية حاولنا تهدئته ولكن دون جدوى كان من الواضح أنه يكره أخته وينوي إيذائها فبعد يومين أخذناه إلى المدرسة الداخلية آملين أن يتغير قد هناك سنين وجدناها طويلة كنا نزوره كل أسبوع ثم بدأ يأتي إلى البيت يقضي فرصته الأسبوعية معنا بدأ لنا عاقلا ولطيفا تغير كثيرا خاصة مع أخته كان قد أصبح في الثامنة عشر من عمرهما واعتقدت أن مشاكلي قد انتهت أخيرا ولكنني كنت مخطئة فبينما كان محسن في تلك المدرسة تعرف على فتيان يتعاطون المخدرات وأدخلوه إلى عالمهم لم نكن على علم بشيء ولم نلحظ عليه علامات التعاطي ولكن كان دائما يطلب مننا المال ونعطيه إياه ظننا أنه يشتري به حاجاته اليومية وبعد عودته نهائيا إلى البيت باشرنا بالبحث عن كلية له ولأخته ليكمل علمهما أعطينا لهما مالا لدفع القسط والمباشرة بالذهاب لحضور الحصص محسن لم يذهب يوما إلى الكلية لم يشتري كتابا أو دفترا كان يقضي أيامه عند أصحابه يشم الكوكاين وينام طيلة النهار لم نتخيل يوما أن هذا ما كان يفعله ولم نلاحظ عليه شيئا مرت حوالي السنة على هذا النحو وفي صيف تلك السنة قررنا استئجار شقة صغيرة في الجبل بسبب الحر الشديد الذي اشتاح المدينة مكثنا كلنا هناك كأي عائلة تقضي أياما سعيدة ثم قرر محسن أن نزول إلى بيتنا لجلب بعض الأشياء التي يحتاجها أخذ معه إحسان لكي تزور أصدقائها ذهب في الصباح وعندما حل المساء ولم يعوده بدأ ينشغل بالي اتصلت بمحسن على هاتفه فلم يجب حاولت الاتصال بإحسان ولكن لم تجب هي الأخرى أخبرت زوجي وقررنا الذهاب فورا إلى المنزل وهناك وجدت ابنتي مقتولة تسبح في بركة من دمها بقربها كان يجلس محسن حاملا سكينا كبيرا بدأت بالصراخ وركضت أحاول مساعدة ابنتي ولكنها كانت قد ماتت نزع زوجي السكين من يدي محسن وصرخ به ماذا فعلت أيها الوحش الذنب ليس ذنبي كان من المفروض أن تكون عند أصدقائها لماذا عادت كنت أنوي سرقة البيت لأشتري المخدرات فأنا بحاجة إلى المال عادت ورأتني وقالت أنها ستخبركم المتطفلة ما دخلها لطالما أزعجتني تلك الفتاة الآن ارتحت منها نهائيا كان زوجي على حق عندما أسمه بالوحش اتصلت فورا بالشرطة التي اعتقلته محسن الآن يقضي عقوبته بمستشفى للأمراض العقلية لا أعلم لماذا أصبح هكذا هل نحن سبب؟ أم أنه خلل في دماغه؟ المخدرات زادت من حالته ولكنه كان هكذا منذ صغره أبكي إحسان كل يوم تلك الفتاة البريئة التي ذهبت ضحية الغيرة والجشع ابنتي خسرت ابنتي بسبب إدمانه أتمنى من كل الآباء مراقبة أبنائهم وأتمنى من كل أخ أن يحب أخته وكل أخت أن تحب أخاها مع السلامة أنا آسفة